السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صهيب مقطع جديد من ماينكرافت اليوم جيدكم باشي جدا رهيب واشاعة جدا رهيب الاشاعة بتحكي لكم انه فيه قرية والقرية هاي موجود عندها درع البطل فاشي اكيد يعني ما اسمه هادا الاشي لازم اروح بس للاسف رح يكون فيه وحوش بتحمي هادا الدروع والوحوش هاي يمسيطرة على الدروع هاي عشان ما يصير فيه بطل جديد بس انا موجود فلازم نروح وندبحهم وناخد الدرع هات وبالنهاية بدنا نقاتل التنين واش اكيد رح يكون فيه عندنا اضافة جدا رهيبة الاضافة هي رح تكون هي رب رايلي جديد ما شربته من قبل قلت خلينا اشوفه وانحاول ندبحه فبتمنى منكم تستمتعوا في المقطع لسه ما قولنا بسم الله اجاني اجاني يا جميع ما قلناش بسم الله لسه هده هده روئ اه روئنا الله يرضى عليك اليان بدنا ندبح تنين عند التنين واجهني اما شعب شو جاب عندي هون المفروض اواشه جوا عند التنين بس اجاني هون عندي هش روح روح هش اعوذ بالله الشتاء الرجيم ابعد ابعد خلاني جمع اه الله ياخدك يكلب كرشت عليي اللعبة فطفيت الديتا بيك تاعت الهيرو براين كلما يجين ويشوف انه اطلب عيوني او اطلب عيوني هو بكرش عليي العالم عشان هيك الله معه ما بدنا اياه تعالي جاي انتويا تعالي ايش اللي عم بتسوي انتويا ما شاء الله اعطتكم قبل فترة مش قبل فترة ابل ثلاثة ايام بالضبط قبل ثلاثة ايام نزلنا سباك بلوكات الحاطعة الفضاء اعطتكم التحدي انوصل اربعين الف لايك وما شاء الله جبناها يا جبعة الخير بثلاثة ايام ان شاء الله في المستقبل انساني نجيبها بخلال يوم واحد يعني زي لعشرين الف لايك فاتمنى الحلقة هاي نوصل عشرين الف لايك كل واحد احط لايك واشترك بالقناة اذا مش مشترك خليه بالبداية اجمالي شوية هيلبيل واجيبلي شوية خشب دروح اجيبلي بس يمكن اجيبلي شيل واجيبلي سيف ايرون واروح اواجه هدول الموجودين عنا هون ما راح اترككم بدي ادبحهم وعلم عليهم واخد دروح تاعت الهيرو تبعتي هاي هي تبعتي هاي يا شماعة بس اسمعوا مني كنت انا نايم يعني انت الكرويين وفجأة لما فقت دروح اختفت من اخدها ادلاك الوحوش اخدوها فعشان هيك لازم نروح ندبحهم ونجيب دروحنا الجميلة تاعتنا الرهيبة وبعدها نروح ندبح التنين التنين جاهز نفسك اليوم جايب لك دروح اسطورية يعني مستحيل يدمجني ان شاء الله وبديش اهايث يعني بس يعني نحكي ان شاء الله ما نموت نحكي ان شاء الله ما نموت من الهياط هات تبعنا يا سلام وبدأسويلي بكاكس خشب اوو بوابت نادر هون خلينا نروح اشيك عليها يمكن يكون فيها شغلات حلوة يمكن يكون فيها ايرون او دروح غولد مليون بالمية فيه قطعة غولد مليون بالمية او بكون فيه فلنت اندستيل صح المفروض يبقى فلنت اندستيل وفي غولد وشافل هذا اذا البسته مش راح اقدر اشلحه فعشان هيك مش راح نلبسه خليه زيته اصلا ده اشوف المكان انزل فيه كهف بسيط اجمع شوية ايرون عشان ندرق نفسنا ونروح نواجه الوحوش ممكن واحد تحكي لها لا شايب ما تروح تواجيهم هيك لا يا عبيب هادول قوايا بدك ايا انا اموت لا يا عبيب شميت انا والله ما يخليهم يعلموا علي ايوه انا صهي بالاسطورة البطل ادروع البطل لصهي بالبطل ما شاء الله علي اهد بمدح حالي كتير فترة اي صاح لازم تتعودوا لازم بدي اسويلي اول اشي اكس بعدين نسوينا كمان بيك اكس ونسوي لنا اخر اشي سيف عشان اذا شفنا وحوش ندبحهم وهذه الزيتة خلاص ما محتاجها بدي اجمع لي شوية حجر نسوينا في هورون عشان اذا لقينا ايرون نقدر نطبخه اطول بسرعة ايوه السلام في ايرون هون شوفوا لو لقينا احنا نحكي على سبيل المثال مجموعة ايرون شوي ممكن اخد لي شيست بليت واخد لي شيلد واروه اعمل معهم فايت نزال يعني واخدوا ضروع البطل الموجودة ونروح ندبح التنين لانه مستحيل اقدر جميعهم في الاربر بسرعة غير هيك يا جماعة موجود غلط في بيك اكس وفي اكس يعني ممكن يكونوا هادول اسطوريين الاكس والبيك اكس وفي كمان سيف نسيت احكي لكم برضه سيف غير الاضروع في كمان سيف يعني تقريبا ازدبحناهم راح نزبط وضعنا فول اوبشن اه صح كمان بحتاج باكت عشان سوينا حركة المي واللافا او لا ممكن يكون بيكاكس قوي وممكن ما يحتاج حركة الباكتات فنحكي ان شاء الله يكون ايش منيح ان شاء الله بعدين ايرون ايش وضعك انت بطل تطلع احضنا ايش فيه شو ايرتفاعي 30 وما في ايرون اخيرا في ايرون المشكلة ما بدي دايمون بدي ايرون لو بحكي دايمون اه طيب ممكن يطول معي عب الملاقيه بس الايرون يعني المجموعة هاي اتجمعناها خلينا اطبخها كل ما لقينا دخلت كاف على ريفين يا سلام يا سلام خلينا نجمعلي شوية هون كل عشان الخشب هادو نحط بداله كل لانه بدناش الخشب يروع علينا بدي اسويلها لك كمان شوية كمان ممكن اسويللي سيف ايرون عشان اوجيهم بسرعة اكبر فاول اشي سهايب صوي لك السيف عشان نقدر نتبحهم بسرعة وهذا وما اعرف ليه صويته السيف الحجر وهينا حرقنا خلص ما منحتاجه صوي لك سهايب بواحد شيلد بدال ما ننسى ونحطه عيدنا ليسوي لا لا حالين دخليه هون موجود بدال ما نحطه عيدنا ليسار قلتم طول عبل ما يطبخ ليش ما جميلي كمان ايرون يمكن يسويلي كمان سروال يمكن يكونوا كتير قوايا وانا ما اخد مقلب بحالي وبحكي بس شاسبليت بدي وهذا هو بحاش اذا الايرون هدول اللي جبتم من الخمس بكفوني بس يعني مضطر اني ارجع عشان البكاكس عندي انكسر هل اصوي شاسبليت يا سلام منحتاج كمان سروال نجيب لي كمان ايرون اللي اتذكرت شغلي انهم هدول بعد يدربين نيران فعشان هيك منحمي نفسها من هلة ونجيب لنا بكة مي عشان ما نموت حرقن صراحة مش حابة موت محروك يعني الصراحة اكون معكم صريحة يعني هيك منقدر نسوينا سروال بضل علينا حبتين ايرون عشان نقدر نسوي بكة مي احلى بكة يجي الاحلاص و هايب في الحقيقة شوفوا شوفوا حاليا الايرون هاد يش يسوي فيه اشي فخليه الاربع حبات هدول احتياط وهلا خلينا نروح نواجه الوحش وناخده تروع البطل ان شاء الله ما نموت بتمنى هذا الاشي اني ما موت بتمنى غتبت اغراضي عشان يعني قلسيك وضعنا في الابشن بس بحتاج الجماعي اني اخدلي بكة مي وخليني كمان انام نوص عند القرية وخليني انام لانه الصراحة مني حابب اواجه الوحوش البحم والدرع وكمان يجي له وحوش زوب والسكليتون وسبايدر وشغلات هاي يا نعم هايهم ها لسه ما جبناه سيئة القط اجا ينط يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وينهم وينهم ولك يا حيوان نرني اتبح وحوش هلا وحوش اوايا جاييني انت ايا يا نوب اه يا نوب بسم الله والله يسطر والله دبحت لي كان موحش هون عادوا بس يقرفوني شو رأيكم اجيب هذا السبايدر ديش يسوي ديسبون فخليني اجيب منه خيوط او حبال عشان سويلنا بو لما نحتاج البو كمان شوي لالان يلا بسم الله يارب 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 دخش بعينه دخش بعينه دخش بعينه اوه بنسل بيز خرب بيطه اوي 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 اواي 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 شفت انتو كيف بس مجرد من رمع علي الابسيديان قلبين خلاني خلاني قلبين خرب بيطه مأواه تعالوا شو كمان الحلو بالموضوع الحلو بالموضوع انه في بلايز والبلاز هادا منجيب منه بلايز روت بدلا ما نروع عن نادر وندور عقلعة هيك فعليه راح نحتاج فقط عيون اندرمن فقط منحتاج عيون اندرمن نعم نعم شو بدك نعم نعم في ايرون قولم هون قريب يساعدني اي انتو اياه ما في ايرون قولم يساعدنا والله بعرفش عندي احساس اني راح موت كتير ما بعرف ليه بس عندي احساس بسم الله لا تزيت علي فاير لا تزيت والله متخبي هون اوه ماي جاد عندي خطة عندي استراتيجية كتير حلوة تعف ايش راح نساوي راح سويه كالات هم يسرعوا دروعي صح انا ابدأ حاول اخش وارجع اشرع دروعي يعني بش دروعي هي بس يعني خالص نسبتها لنفسي دروع البطل صحايب وبعدها ندبحهم نجلدهم جل بس لازم نخش بسرعة ونروغهم بشكل جدا سريع نراوغ بهذا الشكل الله ياخدكم وين مراوغة صحايب بالموضوع وين فرجينا مراوغة بالموضوع ندخل هون عنده دروع دروع بسرعة تعالولي ارمي هدول البسوا دروعي كلها بفرجيكم اياها بعدين هم اللي دروعوا هدول بس عشان يعني ندبح هدول بسرعة تعالولي جاي ابلع جاي ابلع ابلع تعال تعال انزلي انزلي فرجيك ايمتك منزلي انزلولك ما عطاني بلاز بيعطي بيعطي ممتاز هدي يصار معنا أربعة ندبح هذه كمان منحتاج الديه تمامي احنا مع 6 ممتاز 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 هدي يصار معه 9 اطوقع انا هيك فعليا جاهز من ناحية البلاز بس بضل علينا انجبلنا عيون اندرمن موت موت بحكي لك موت والله هي انه اوت جلد هون مش طبيعية صحيب الجلد شفت كيف دبحته ها وانت كمان موت موت انت كمان ها والله القرية دمرت يا جماعة القرية دمرت انت حاول اتبحنا هدول لانهم هدول براسبنون البليز فلازم ان اتبح الرئيس تبعهم موت موت بقولك بس موت شوف بشرد 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 الجبان بشرد نزل ايش صح اوو نزل ايش واند فاير واند فاير واند هلا منستخدمها ومنجربها ومنشوف ايش هي بس خلان اشوف اتاكد از ضايل من الوحوش او البساتي موجود لسه 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 ضايل واحد ايوا دبحته خلان اتبح لبلازة دول والله انهم القرية ولعت القرية القرية ولعت شوف اندخل حيوان لا تدخل هون لك تسرق الدنيا كمان مرة بس انا لابسه يعني ما بتقدر الله اني دبحتهم كلهم كلهم ماتوا كلهم ماتوا حلو ممتاز يا صحيب هلا بس ضايل عيان نظف القرية والله حرام هيك نتركهم اياها والله يانو نيرام بكل مكان يا جماعة بكل مكان فعليا حتى شو عند الدروع داخلي اول والله اول والله يام عفن وانت هون جوا كاين لا تدرب لا تدرب كاين جوا هاد وانا بحكي ليش مش موجود ما بيفزع لي قاعد بيفزع ازل الكراويين انا السطورة ما بدي حد يفزع لي كاين جوا بتخب الجبان بس طبعا ايش اكيد يعني بحكي صحيب البطل موجود ليش اطلع يعني فعشان هيك يعني ما بنحتاجه احنا طريبا يا طفات القرية فاسمها الكراويين يعني احنا حاولنا وهين انقذناكم يعني وفي عندنا هون ابسيدين خلينا اكسروا يا ساتر البكاكس بكسر بسرعة يا ساتر شوفوا البكاكس سريع سريع فعليا كم ثاني بياخد مع الابسيدين الابسيدين انا البعض انه بيطول الابسيدين عبعا ما يتكسر هاد بكاكس البطل معي ثلاثة عشرين ابسيدين حلو وكمان عندي هيرو سورد وعندي هيرو اكس وعندي هيرو هلمت هيرو شسبليت وهيرو لغز وهيرو بوت طبعا ما قلتلكم وما ذكرتها المعلومة انه ازا بتلبس الدروع كاملة راح اصير عندك اشي بسيط وهيلت بوست اشي دول ازا شلحت واحدة من هدول لدروع اطول بتروح من عندك يعني الافكتات هاي وكمان شغل ازا امت البيكاكس من ايدك بروح الهيست وازا امت الاكس من ايدك ما بيصير الاكس اشي طب السيف؟ السيف بيعطيك سترينج يعني في شغلات كتير بتساعدك دروع الهيرو هاي تبعتي يعني انا مصممها بالشكل جدا حلو فعليا ما منقدر نصنعها هاي بس تقدروا تلقوها لانه صنعها واحد فقط موجود في العالم كله ومات الله يرحمه بدنا سرير خلالنام اولا لا بدناش نايم اش رأيكم مروا عالنذر؟ مرو عالنذر فليه هاد رح سويه ؟ ما اروحش عالنذر اتبح الإندرمن بالعالم العادي لانه عندنا السيف يعني مليون بالمية فيه اللوتنك مليون بالمية فره احتاجه نجمع ليه خشب بما انه الليل موجود اهلين واكس الاكس سريع شوفوا بسم الله شوفوا وولا رشاش الاكس مش هيك مش طبيعي بحتاج اجيب لي اتنين فلان عشان اسويلي الفلشنغ تابل وادقايد مع القرويين عن طريق الهيل بيل موجود هو في هيلبل عندهم يب فيه موجود بناخد الهيلبل نتقاد معه عن طريق الويت وميجيب امرولد عشان نجيب لنا ارز والبو يعني سهلة هاي فيه عندنا هون سبايدر ندبحه بس ظل علينا نشوفلنا اذا فيه اندرمان موجود ولا لا موتيا معفن وموتيا معفن والبو عنا جاهز بمان هدول مطولين وما في اندرمان خلان اجمع هدول طبعا الهيس ما بشتغل على البكاكس ولا الاكس يلا بش مشكلة عادي فيه هون كمان مجموعة ويدة جمعها جمع لنا ستاكين ارز بس بكف فينا اتوقع ستاكين صح اتوقع ستاكين بكفه حول ثلاثة ستاكات هدول تقريبا مجيبوه لي عشرة امرولد طب يا جماعة ما فيه فلنت هون قريب او جرافل نجيب لنا فلنت عن طريقه فيه هون جرافل ممتاز طلعت لي واحدة جيبها كمان واحدة بس يعني مش طالب كتير ها مش طالب بش دامن طالب يعني تعرفوا الله يسر ما القرويين يموتوا لو الدنيا ليل وانا يتركهم هيك يعني الموبز الله يرضى عليكم لا تطبوا فيهم شو بايوا منيجيكم صوي هاي والرعى القرويين شوف لنا اي قروي موجود انفيقه ونعطيه الالة عشان نتقايد معه بسرعة قبل ما يموت فيه المزارع نتقايد معك ايوه ايوه ايش ايش فيه قروي خليك جوا امت الالات تبعتهم عشان احط الوظيفة اللي بدي اياها اللي بكيفي هلا يا جماعة فعليا معاي ايتيمات كتير مش عارف ايش يساوي فيها كتيري سلام عليكم يا سلام جيب امرولد بهذا الشكل اللطيف الجميل معاي صار امرولد كتير خاصة نقيم هادي الالة وهذا على المضمون راح تروح االته يا سلام يا رب ارز يا سلام يا سلام خلاص فعليا احنا ما بنحتاج منهم اشي هلا خلاص اروح اشوف لاندرمن اندرمن بش موجودين فعليا منقردين يا جماعة فاستظلوا زي هيك منقردين راح اضطر ان اروح عن نذر ايش اندرمن انقردتو خلاص عن جد انقردو هدول يا جماعة انقردو عن جد لك يا معافهم تعرفش انا مين انا صاحب الاسطورة صاحب الاسطورة ها ايش بويم ازة حلو رسماني بويم ازة ليش تعب نفسي بالعلم العادي وينكم اندرمن تعلي تعلي جاي تعلي جاي حبيب انا احبك احبك كتير كتير قلنا اياكل بس بلا واحدة تنتين تلاتة كمعين ثلاثة عيون حلوات حلوات ثلاثة عيون كل مرة يعطيني ممتاز سبحان الله سبحان الله شوفوا القلعة وين جنب الويم الاسطورة على طول شوف مطلعك فوق انا افهم شوف مطلعك فوق ايوه السيف في فير واعد بيشرد لاحطين بالسيف فير في انا واحد تاني هون تعلي حبيبي لازم بلعو كامبو سريع ويموت ايوه بسرعة مات حلو صار معنا ستة شو جايبك هون شو جايبك شو جايبك طلعوا على اخر البويوم جاي هايوا حلو كمعين اتناش ياليا الاخير الاخير يا رب ما اعمل تليبورت يارب يا كريم يارب يا كريم يارب شوفوا شوفوا كم واحد صارم بين لي صار وحد هون واحد هون تعالولوا تعالولوا كلكم ماob تعالولوا بتاج واحد معاندي ماشكلة اهلين تعال من وين جيت والله ده من وين جاني تعال وينك تعال 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 تدبحوا بالاكس بعدين اضربوا في السيف ايوه زي هيك اديه صار معي صار معي كمان تنتين حلوات يعني صار معي 14 هذا ازعجاني ومات بكون اشي جدا اسطوري حلو خلاص جاهزين هيك فعليا جاهزين جاهزين دخلي واحد عندي احطيات بتعرف انت داما ليش بخليها هاي قريبة كتير البوابة علي قريبة هاي شافين هاي الوبسيدين تعنا بسم الله من هون يعني تركين القرية وجايين المكان الصحيح شوفوا البكر بالهيل افضل من الخبز شو رأيكم نكب الخبز وناخد لحم بكر لانه عندنا سيف لوتنك تقريبا هو ايش اكيد فيه لوتنك وفيه فاير هيك من هيه بشكل جدا سريع معي 17 لحمة اتوقع الـ 17 دول راح يكفوني وزيادة ان اوصل عند الاند وادبحهم هاي كمان في عنهم بكر يعني اتوقع ما راح نسوي لنا نص ستاك بس ان شاء الله تكون مجموعة باش بكرة واحدة يالبكرة الجميلة وين اهلك الله شكلا لحالك هاني هون تتجول هلين ازدتون ونشوف لسه بتمشي لقدام ازدتون فوق الجبل صارت تحرف يعني قربنا كتير مليون بالمية هيه فوق فوق الجبل هاده التاني اتوقع هون مليون بالمية مليون بالمية هون بس لازم نيجي هون نتاكد لانه حرفت بشكل جدا كبير كون نمشي هيك تقريبا هلأ حرفت هيك ممكن هون اتوقع هون ولا تستقون ما شاء الله العيون كلها كلما ازدتها ترجعلي ولا واحد انفجرت علي ماشا الله ماشا الله ماشا الله المازلت هون شوفوا كيف راح تمفجر علينا شوفو واحد تنين انفجر يلا حالو نزلت شوفتوا كيف انا اسطورة انا اسطورة اسطير فاعرف مين ما كان هانا لازم ننزل شوي 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 صاحب شوي شوي البكاكس اللي عنا جدا عوبي شوفوا شوفوا التكسير تاعده كيف سريع بسرع اكسر اين الاند ارتفاعي تقريبا 5 سنوى ولانا اه صح كنت فوق جبل مفروض تكون يعني شوي منخفضة الاند انزل انزل سريع اخوه في ابعت عن الاند انها بحفر اه لا هيها هيها الاند لقيناها سلام عليكم سلام عليكم دخلوني دخلوني لأقولكم ايش بتدخل يا سلام يا سلام ثواني ثواني الدرجات دايما بكون يعني يا بالنهاية يا بالبداية بكون في عنده الاند البوابئ تخلق لقيها بسرعة لا تصدق حالك صحيب مش راح تلاقيها بسرعة والله الحلو بالبكاكس اني بشوف وره الجدران اذا في الاند وره الجدران لان احيانا بتكون وره الجدران دايما فهيك بختصر وقت كمان عيون هون شكرا شكرا ما شكورين ما شكورين سلام عليكم اخباركم يا نعم يا نعم انتوا يا شمالكم شمالكم شبتكم حط السرير صحيب كليك يمين وننطلق على التنين الجميل تنين والله جايين نيشتك جلد اليوم المشكلة الهيرو برايني مقلتش الهيرو براين خربان فعشان هيك ممكن ما نتباحه اليوم فان شاء الله فكرة جاي رح نزوي دبح الهيرو برايني الجديد هادا بس اتوقع عنه مقلتش لانه نازل جديد ففيه قليتش اتوقع مليون بالمية فيه قليتش بسم الله فجر يا صهايب يا مفجر يا سلام مش عايزة اجيب الابراج بسرعة احمد صهايب عطول عطول عينك ما تخيب يا صهايب لفوق شوي الله انفجري يا كلبي شكرا والله جبتها ما شاء الله علي ما شاء الله علي ما شاء الله يا جماعة ايش في والله طول بضربها حالي عين انا بس جبتها هاي متى الضربة هاي المفروض من اول ضربة صاحب ها يا سلام ضل عنا اتوقع هادي يب ضايل هاي عندي هاي بعيدة هاي بعيدة هاي بعيدة خلينا اضرب هادي هون ضايل عنا البرج الاخير نقول بسم الله انفجر 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 2000 جيرس ديتر انفجر بحكيلك يا معفن اذا كتخلش الانفجر علي بدا ادبح التنين فيهم ايوان انفجر انفجر حلو عنازة التنين اجرب بالاكس ولا بالسيف اجرب اول اشي بالسيف اضربه بعدما اجرب بالاكس صوت دائما عالي والله ثلاثة حاطوا الاشيك عالي يعني الى حدا ما كويس اللي تأدب هاي اسمها شوف هذا بضربني قاعد من وراي روح ايوه صهايب يجدده بالبوع بالبوع ابلع ايوه ايوه قبل ما ينزل صهايب قبل ما ينزل لازم نص هيلو رايح الصهايب لازم نص هيلو يكون رايح وميش نص هيلو يا صهايب يعني شوي شوي بدي اجرب اضرب هيك وجهن لوجه اشوف كيف او مي جود بنفع اضربه وجهن لوجه هيك واس ما يضربني الثلاثة اقدر المسوا خلاني ايجي من هون بالسيف مع نط يا السلام عادي 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 طيرني ما عندي مشكلة ما عندي اي مشكلة تعال تعال جاي ابلع 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 اطبحوا بالبول يوم وهو طير بالهواء عادي الميزة على الارض اطبحوه والله فكرة تصدقوا؟ وابدي منكم كل واحدة لاينزل بالتعليقات كل مرة هيك نتفنن ويدبح التنين بشكل مختلف مرة يعني بالبو مرة بالأكس مرة بالشفل مرة بالسيف فكل واحدة لاينزل بالكومنتات اكتب لي طريقة ما استخدمتها انا بدبح التنين زي عادي سبيل المثال نحكيه تي انتي ما استخدمناها بدبح التنين كريستال انتي كريستال تعتو هاي ما دبحنا فيها التنين السرير دبحنا فيها التنين يعنى wielu ====اقز severely وكذا فاز البطل صهيب على التنين ويةه مشة فمتمنى كل واحد هلا ينزل نحط لايك لأنه وصلنا نهاية الحلقة وبرضه كمان اشترك اذا ما كنتم اشترك نشوفكم بالحلقة تجاي كان معكم أخوطم صهاي بأمان إلا